ولقد ترتنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذو ولقد يسترنا القرآن للذكر فهل من مدكر جزاكم الله خيرا يسأل هذا الأخ شيخ عن حكم مس المصحف بدون طهارة وما كيفية الطهارة الاستنجاء أم الوضوء لا يجوز مس المصحف مباشرة من غير طهارة لما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر فلا يمس المصحف سواء مس الورق أو الكتابة أو حتى جلد المصحف لا يمسه إلا وهو طاهر أما إذا كان المصحف في صندوق أو في تابوت أو في غلاف خرق أو نحو ذلك مسه من غير مباشرة فلا بأس بذلك فهذا هو ما يجب في حق المصحف الشريف ولا بد أن تكون الطهارة من الحدث من الحدث لأن يكون على وضوء ولا يكون جنوبا لا بد أن يكون طاهرا من الحدثين الجنابة والحدث الأصغر لا بد أن يكون مغتسلا من الجنابة والحدث الأكبر ولا بد أن يكون متوضئا من الحدث الأصغر نعم أحسن الله إليكم ترجمة نانسي قنقر